مجهز الأخبار من زومست بطنجة أهلا بكم أطلقت شركة تدرير من طنجة المدينة مساء أمس عملية تسويق أماكن رسول مراكب الترفيهية بطنجة مارينا باي انترناسيونال وذلك في تظاهرة احتضل على النادي الملكي للغولف بالمدينة وأبرز المسؤولين خلال هذا اللقاء إمكانيات وخدمات المارينا الجديدة التي ستوفر أزدد من 1400 مكان لرسول مراكب الترفيهية والتي ستكون متاحة انطلاقا من صيف 2016 انتهت يومه الثلاثاء فترة إداة ترشيحات لانتخابات الغرف المهنية بولاية طنجة المزمع إجراءها يوم السابع غش المقبل وقد تم إداة ترشيح 22 لائحة ستنافس على مقاعد الغرف الجهوية للتجارة والصناع والخدمات عن ولاية طنجة أصيلة عملتي طنجة أصيلة والفحص أنجرة منها 9 لوائح في صنف الصناعة و11 لائحة لكل من صنفي التجارة والخدمات أطلق نشطاء على مواقع التواصل الشمعي وفعاليات جمعوية وسياسية حملا للمطالبة بعودة الأمن لمدينة طنجة عقب سلسلة من الحوادث والجرائب التي شهدتها المدينة مؤخرا وأطلق منذ يوم الاثنين الماضي الشعار نريد عودة الأمن لطنجة في خطوة للتحذير من تصاعد نسبة الجريمة في عاصمة البغاز وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية مساء الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء على اتفاقيتين متعلقتين بقرض بقيمة 112.5 مليون دولار لتمويل برنامج دعم تنافسية اقتصاد المملكة وبهبتين بحوالي مليون أورو لتمويل مساعدات تقنية وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها وزير اقتصاد المالي المغربي ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في إطار التزام الحكومة المغربية بمواصلة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وذلك عبر تقوية تنافسية الاقتصاد المغربي تعادل فريق تحطانجة لكرة القدم مع نظره الفتح الرباطي سلبا في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس ثلاثاء على أرضية ملعب مولاي الحسان بمدينة الرباط يذكر أن هذه المباراة تدخل في سياق تحذيرات الفريقين لبطولة كأس العرش والبطولة الاحترافية من الموسم المقبل يسنل السطار مساء اليوم على فعاليات ملتقى الأندلسيات بمدينة شفشاون في دورته الثلاثين الملتقى الذي استمر على مدى ثلاثة أيام احتفى هذه السنة بالفنان الراحل محمد بو زبع عرفانا بمكانته الرئيدة في حفظ الذاكرة الموسيقية الأصيلة نهاية الموجز في رعاية الله